السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وفي مسلسل الناجئة الوحيدة إليكم ملخص الحلقة وأهم أحداثها وصيف تذهب إلى المخفر وتقول للضابط أن مبارك استغل مرضها وسرق حلالها وتخبره عن الحريق نواف يذهب إلى غرفته شهد ولا يجد ويخرج للبحث عنها شهد تعود للبيت وترى ليالي وتنصدم ويتصل على آمال ويسألها إذا رأت شهد وتخبره عن آمال أنها كانت عندها وسمعت قصتها وتريد أن تساعدها عدنان يأخذ وصائه إلى منزلها ويقول لها أنها صدق كلام والدته عنها ويعود عدنان إلى بيته ويخبر أهله أن كل شيء حدث مع وصائف وصائف وتنصدم فريدة فائزة من الخبر وصائف تذهب إلى السجن وتشمت بأخوها مبارك ليالي حزينة للغايم الذي حصل معها ولا تريد أن يعرف أحد مكانها شهد تذهب مكان تصوير فيلم آمال وتحذر التصوير ليالي تزور والدها في المخفر وتخبره أنها عرفت كل شيء ليالي تتخلى عن والدها وتقول له أنساني وصائف تسأل من واف عن مكان ليالي إذا كان يعرف عنها أي شيء ويحبرها أنه فتش عليها بكل مكان ولم يجدها وصائف نادمة جدا أنها فكرت أن تنتقم من مبارك وأن ليالي ليس لها علاقة بالحريق وأولادها المدير عبد العزيز يحصل ليالي من الشرك ويغضب بعدنا كثيرا ويخبر ليالي عن وصائف تسأل عنها إلى هنا وصلنا إلى نهاية